بصي أنت قلت جملتين كل مرة التاريخ بيثبت صحتهم وما كتهمش أي مساحة للاختلاف في وجهات النظر أو للتشكيك فيهم وفي جدواهم وفي جدوى الاعتقاد بل اليقين فيهم فكرة أن الأهل بمن حضر دي سبتة فعلا معنا وعبر التاريخ كان فيه محكات مختلفة كان فيها مساحة كافية لإثبات العكس لم يثبت العكس دايما بتنتهي الأمور النهاية المنطقية اللي بتصب في الآخر فإن فعلا الأهل بمن حضر الأهل كيان 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 بما لا يدع مجال للشك روح الفنين للخبر اللي انت ختمت كلامك برضو بالكلام عنها فعلا حضرة معنا دايما وثبتة معنا دايما وبتعمل شغل نار في أحلك الظروف فالحقيقة كل التهاني للعابتنا والجهاز الفني مبروك لمجلس إدارة النادي طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب مبروك مرة تانية أو تالتة لجمهور النادي الأهلي في كل مكان لكل نجوم النادي الأهلي يعني طبعا علي لطفي شابو ياسر ومغربي ومعلول وربيعة وديانج وقفشة وطاهر وهاني وعبدالقادر وحسين الشحات كل الرجالة كانوا على قلب رجل واحد كذلك كلهم كانوا على قدر المسؤولية إن شاء الله إن شاء الله لنا بقى عشب كده نحلم في النهائي بقى تاريخي واللعب تشيلسي يا سيت بكل حيث يلتقي الكبار وعلى فكرة صدقت يفهمت حيث يلتقي الكبار وارد جدا وارد جدا وإن شاء الله تكون يعني رجالة النادي الأهلي حاضرين في الزمان والمكان في مواجهة بقى الكتيبة لحضراتكم أكيد قدرة مني بيها بكتير لوكاكو جورجينيو وحكيم زياش وأدوارد مندي وطبعا بقيادة المدرب المخضرم توماس توخل يعني طول ما أنت بتلعب في الأهلي فبالتالي سقف طموحك ملوش حدود اشتركوا في القناة